وجدت البطلة والجزائرية نسيمة صايفي بالميدالية الذهبية في منافسات الألعاب البراء أولمبية في 2024 والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس وفازت صايفي بذهبية في منافسة رمي القرص لفئة F57 بعد أن حطمت الرقم القياسي الذي كان بحوزتها في النسخة السابقة من الألعاب البراء أولمبية وقدمت البطلة الجزائرية لقاءا رائعا وتفوقا سجل لها برمية بلغت 35.55 مترا في محاولتها الأولى مما جعلها تتصدر المنافسة حتى نهاية جميع المحاولات وتحقق بذلك رقما قياسيا عالمي جديد نتابع فيديو التتويج الذي لقي تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين ونعود مشاهدين هكذا تم تتويج ناسيمة صايفي بأول ذهبية للجزائر وبأتكيد يعول كثيرا على التشكيلة البراء أولمبية في الحصول على مزيد من الميداليات علقت عيدة حول هذا الموضوع وكتبت الذهب للذهب ولكي ناسيمة وللجزائر الحبيبة شرفتين ألف مبروك محمود مشاهدين كتب الله على بنات الجزائر فعلا بلد المليون شهيد ولاد الأمس إيمان خليف واليوم ناسيمة صايفي ألف تحية لبلد الأبطال من مصر